صباح الخير مشاهدينا لكان اليوم رح نكون عم نستهدف الجزء العلوي من الجسم باستخدام الدمبلز سو اللي رح نكون عم نستعملن الإكوكمنت رح تكون الدمبلز ورح نكون عم نستعمل بنش وكمان مات على الأرض أول تمرين رح نكون عم نعمله رح نكون عم نستهدف فيه عضلة الصدر يلي هي الـ chest press رح نكون فيه عم نستعمل الدمبلز طبعا بهذا التمرين فيه عنا عضلات بتكون عم تشتغل مينلي أو هي الأساسية وفيه بالمقابل عضلات تانية عم تشتغل بشكل غير مباشر يلي هي إذا هلأ نحن عم نعمل chest رح نكون العضلة الأساسية بتكون عم تشتغل هي عضلة الصدر العضلة الغير أساسية هي الكتف والترايسيبس من وراء سو بنكون عم نعمل ثلاث عضلات بفرد تمرين سو أول تمرين هو البنش برس رح نكون نيمين على ظهرنا بهذا الشكل رح كون مثبت إجرية على الأرض الظهر سابت بديكون حاطة الدمبل تحت الكتف بهذا الشكل من هيدا النقطة بدي جرب قدمة فيه خلي كتافة كمان سابتين على البنش كرميل ما أفقود التوازن أنا وعم بعمل هيدا التمرين سو من هيدا النقطة بنزل على مستوى الصبر بهذا الشكل وبرجع بطلع لفوق بهيدا الطريقة أنا ونزل بيخد نفس وأنا وطالع بفرغ النفس على طول بديكون مجرب مسبت إجرية المعدي مجدودة والكتاف سابتين على البنش كرميل يكون التوازن تبعي كله أنا قادر أتحكم فيه سو مثل ما قلنا بنزل على مستوى الصدر وبرجع بطلع على الأخير لفوق بجرب اتفايدة قدمة فيه أنه انزل بكواعي لتحت على الأخير كرميل ما حط ضغط أو برشر على المفاصل الكتف سو بس بوصل لهيدا المستوى ومن هيدا النقطة بطلع فيها لفوق على الأخير تخلي المعدي مجدودة بيخد نفس تحت وبفرغ نفس فوق بهيدا الطريقة طبعا عدد التكرارات على حسب ما تحسوا حالكم مرتاحين أو على حسب الأوزان اللي فيكن دا حملوها إذا كان الوزن تقيل كتير فيكن تخففوا التكرارات إذا كان الوزن خفيف فيكن تزيدوا التكرارات هيدا بالنسبة لأول تمرين تاني التمرين رح نعمله ورح نكون عم نستهدف فيها عضلة الكتف الأمامية بهيدا التمرين كمان رح نكون عم نستعمل البنش بس هلأ بدي يكون عم جلس البنش جالس على الأخير بهيدا الشكل كمان نفس الشي رح نكون عم نستعمل فيها الدمبلز من هيدا النقطة كلا بخلي كمان إجراء يكونوا سابتين على الأرض الظهر بدي يكون سابت بهذا الشكل كلمان لم أحض أي ضغط على الظهر الكواع بدي نكون بهيدا الطريقة ما بنزل كتير لتحت ولا بطلع لفوق كتير وهيدا هي نقطة الصفر خلي الظهري مجدودة المعادي مجدودة بيخذ نفس وبطلع لفوق على الأخير بهيدا الشكل بنزل لتحت على الأخير وبطلع لفوق على الأخير بجارب ما أعمل فللوك للكواع تبعي كلمان المواحض ضغط كمان على المفاصل تبع الكواع خليها انلوك بهيدا الشكل سو بنزل لتحت على الأخير باخد نفس وبفرغ نفس فوق كمان عطول المعدة بدا تكون مجدودة الظهر ستريت والإجران سيبتين على الأرض بنزل على مهلة وبطلع كمان على مهلة كمان يكون عم بعمل التكنيك صح وبكون عم بعمل كنترول أثناء التمرين بهيدا الشكل متل ما شايفين أنا ونزل باخد نفس وأنا وطالع فرغ نفس هيدا بالنسبة لتاني تمرين يلي هو استهدفنا فيه عضلة الكتف تالت تمرين رح نعمله رح نكون عم نستهدف فيها عضلة الظهر كمان رح كون عم بستعمل البنش بنيم البنش على الأخير بهيدا الشكل بهيدا التمرين كمان شوية ببدا تركيز التكنيك أنا وعم بعمل هيدا التمرين سو الركبة بدي حطها تحت الورك الإيد بدي حطها تحت الكتف بدي جرب قد ما فيه خلي ظهري جالي ستريت اتفادى انه اعمل راوند بهيدا الشكل كلمان ما حط ضغط على مفاصل الظهر خلي ظهري جاليس بهيدا الشكل بحمل الدمبل وبمد إيدي على الأخير وبعمل رو بهيدا الشكل بنزل مد إيدي على الأخير وبطلع بعمل جرب أعمل سكويز أو بشد على عضلة الظهر أنا وطالع بأخذ نفس أنا وطاحت وبفرغ نفس أنا وفوق بهيدا الطريقة طبعا كل إيد فينا أعمل تكرارات فيها بين العشرة لخمسة عشر تكرار مثل ما قلنا على حسب الأوزان اللي بتكونوا عم تحملوها وعلى حسب قديش انتوا بتكونوا مرتاحين أثناء هيدا التمرين كمان بالنسبة لتاني إيد نفس التكنيك الركبة تحت الورك الإيد تحت الكتف الظهر جاليس الإجر اللي بتكون على القرض بدي بقعادة شوية صغيرة عن جسمي كرمال تعطيني شوية توازن الظهر جاليس بطلع على الأخير وبنزل كمان على الأخير لتحت كرمال أعطي فل رينج أو مدى كامل للعضلة كرمال تكون عم تشتغل صح بأخذ نفس تحت وبفرغ نفس فوق بهيدا الشكل وهايك بي نكون مررنا الظهر رابع تمرين رح نعمل ورح نكون عم نستهدف فيها عضلة البايسبس كمان رح نكون عم نستعمل فيها فين أعملله بطريقتين فين أعملها بالطريقة أنا وقاعد وفين أعملها كمان أنا وقاعد رح نعمل طريقتين سوأول تمرين رحكون مادة إدائي بهذا الشكل على الأخير الظهر بدي يكون جالس المادة مشدودة بطلع فيهم على هذا المستوى على الأخير وبنزل لتحت على الأخير أنا وطالع باخد نفس وأنا ونازل فضي نفس بجرب اتفادة قدمة فيه أنه يصير هز كواعي أو اكتافة من محلهم بهذا الشكل بدي ظلني سابت كريمال اتفادة أي إصابة على المفاصل تبع الكتف أو الظهر أو الكواع سو بضب كواعي لجوه الصدر لفوق المادة مشدودة بطلع على الأخير وبنزل على الأخير بهذا الشكل حتى إذا بدكم فينا نعملها وحدة ورد تانية بهذا الشكل أما الطريقة الثانية اللي فينا أعمالها أنا وقاعد فين يكون نفس التكنيك أنا وقاعد بكون عم خفف ضغط عن أسفل الظهر في كتير عالم منه عم يعملوا أحيالة تمرين هنو ووقفين بصيروا يحسوا بأسفل الظهر عندهم قلم سو أكيد فيكن تستعملوا كرسي أو ضاولة أو البنش سو نفس التكنيك بمد إيدي ظهري لفوق المادة مشدودة بطلع لفوق بهذا الشكل وبنزل لتحت بهذا الشكل كمان فيه كنت جلس والظهر تبع البنش كريمال تتأكدوا أنه ظهر كنت ثابت وجالس بهذا الشكل خامس تمرين رح نعمله رح نكون على الأرض هلأ رح نستعمل المادة رح نكون عم نستهدف فيها عضلة المادة كمان رح نكون عم نستعمل الضمبل حتى بهذا التمرين مش ضروري عم علّي الإيدين لفوق بهذا الشكل أنا ونزل بنزل عمالي باخد نفس وأنا بطالع بفضي النفس بهذا الشكل كما شايفين هون عم شغل عضلة المعدة وهون عم شغل عضلة الكتف بهذا الشكل كما نكون مررنا الجزء العلوي من الجسم باستخدام الضمبل